اشتركوا في القناة ونذكر في الملأ الأعلى عند الله مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم القائم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذه المنح الربانية وهذه العطايا الإلهية إنما تحصل في مثل هذه الأعمال وهذه المجالس ولقد وفق الله أصحاب هذا البيت المبارك والمباركين إلى هذا الجمع الطيب فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم بالقبول بعدما سمعنا من آيات الذكر الحكيم ومن صالح الدعوات والابتهالات إلى الله عز وجل لا بأس أن يذكر بعضنا البعض بما ينبغي أن يكون عليه العبد في مثل هذه المواقف فنحن على أعتاب وداع هذا الشهر المبارك نحن مقبلون على وداع هذا الخير هذا الموسم العظيم الذي امتن الله تعالى على البشرية به وفضله ولله تعالى في خلقه شؤون فإن الله عز وجل يختار من الخلق ما يشاء يفضل البعض على البعض لحكمة يعلمها الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار ففضل الله عز وجل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية وفضل بعض المخلوقات على بعض فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا فجرت سنة الله عز وجل في حصول هذا التفاضل بين الأزمنة فليس زمن كزمن وذلك كما يقول الله تعالى إن عدة السهور عند الله اثناء عسر سهرا في كتاب الله منها أربعة حرم فهذه الأسهر الحرم هي معظمة مقدمة على غيرها من الأسهر منها أربعة حرم والأسهر الحرم هي دو القعدة ودو الحجة ودو قعدة دو حجة محرم ورجاب الفرد شهور الحرم هي شهور أربعة دو القعدة ودو الحجة ومحرم ورجاب الذي يأتي قبل شعبان هذه هي الشهور المحرمة واقتضت حكمة الله عز وجل أن يفضل بعض الأيام على بعض ويفضل بعض الشهور على بعض وكانت درجة رمضان من أعظم الدرجات التي امتاز بها وذلك لحصول النعمة الكبرى والرحمة التي امتنى الله بها على الخليق وهي نزول القرآن فتعظيم رمضان مرتبط بالحدث الأعظم وهو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ويقول عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عز وجل أيضاً إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين فالعظمة التي أنيطت برمضان مبنية على هذا الحدث العظيم وهو تنزل كلام الله عز وجل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة الله لا يمل حتى تمل وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل أو كما قال صلى الله عليه وسلم يوصينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن العبرة ليست بالكم وإنما هي بالكيف وبالمداومة على ذلك الكيف فالكم غير محمود بل العكس القليل الذي يداوم عليه الإنسان في كل لحظة وفي كل آن هذا هو القصد المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لما في الواقعية التريعية التي تناسب بني الإنسان فإن الإنسان يمل ويكل ويطجر ويفتر وتأتيه يعني الهنات والضعف هدمساء كلها فليحرس الإنسان على أن يأتي بالعبادة القليلة ولكن ليداوم عليها وليسير إلى الله عز وجل وسيرا يعني دائما متواصلا في أعمال البر وأعمال التقوى وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثله في واقعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه كان لا يكلفهم ما لا يطيقون وإنما يحرص على أن يكونوا دائما تحت مظلة العبودية ولو بيسير العمل لذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا وردا قطع هذا الحديث أصل في العمل أصل في العمل وأصل في العبادة المنبت هو الإنسان الذي يأتي العبادة بهمة عالية يأتيها بجهد في الأول ثم بعد ذلك يفتر عن هذه العبادة وينقطع عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا النوع هذا النوع غير مرغوب فيه وإنما القصد هو التوسط والاعتدال في العبادة إلى الله عز وجل فقليل يدوم أكثر أحسن من كثير منقطع هذا هو القصد من هذه النصيحة التي أنصح بها نفسي وإخواني في هذه الليلة المباركة الطيبة وليلة القدر إنما خصت بهذه الهالة وهذا التعظيم وهذه القدسية لما فيها من الأمور التي ليست في الليالي الأخرى وذلك أن ربنا عز وجل قد أنزل فيها القرآن كما أسلفنا وكما أنزل فيها القرآن فهي محل التقدير الخاص السنوي كما قال عز وجل لأن تقدر فيها أقرار الخلائق السنوية كي نزل فيها قدر الله عز وجل على مدار السنة فقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فهي عبارة عن تنزيل سنوي لأقدار الخلائق وأرزاقهم وهو مصداق للتقدير العام الذي كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كما جاء في الحديث أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة فهذا التنزيل السنوي خصت به هذه الليلة المباركة لذلك ينبغي على الإنسان أن يسعى في الدعاء وأن يجتهد في الابتهال إلى الله عز وجل وفي التضرع إليه علّى الله عز وجل أن يرحمه في الدنيا ويرحمه في الآخرة فإن لله نفحات ينبغي لنا أن نتعرض إليها النفحات آتية قادمة لا مجهود لنا في صنعها ولكن مطلوب منك أن تتعرض لنفحات الله إن لله رحمات ينبغي أن تسعى إليها بخطوة أن تسعى إليها بدمعة أن تسعى إليها بسجدة فإن هذا يسعى في صلاحك وفي صلاح ذريتك من خلفك ويكون انتدادا لعمل والدك الذي قد أمضى وقد أفضى إلى ما قدم فالقصد من هذه الكلمات هو الذكرى أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالقبول وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والإحسان إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اشتركوا في القناة